أعتقد بأن المغرب تحت القيادة الرشيدة يا جلالة المالك كان من أول دول اللي انتبهت الموضوع للتغيرات المناخية انتبهت كذلك إلى الجيل الجديد من هندسة المزيج الطاقي على اعتبار على أن هناك تغيرات تتهم أسواق الطاقة بشكل كبير وشاهدنا هذه الأمور خصوصا بعد أزمة 2008 المغرب في سنوات قليلة استطع لأنه يصبح نموذج يحتدى به على المستوى الأفريقي وكذلك على المستوى الدولي بشكل عام في تدبير وتنويع المزيج الطاقي الوطني وكذلك في تقوية المنصات المنتجة للطاقات المتجددة والطاقات البديلة